اعلنت جماعة الاخوان المسلمين في مصر تأييدها لوثيقة التوافق المصري التي اعلنها الفنان ورجل الاعمال محمد علي قبل ايام وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجماعة طلعت فهمي ان الجماعة ترى في الوثيقة اساسا مناسبا لتعاون المخلصين من ابناء الوطن وتضامنهم لازاحة الانقلاب العسكري ويقامت دولة مدنية ديمقراطية تختار مؤسساتها ورئيسها عبر انتخابات حرة ونزيهة وتحافظ على استقلال القرار الوطني ومقدرات الوطن وتسترد ما تم التفريط به منها ودعت الجماعة كل القوى الوطنية الى الالتقاء معا في صف واحد يتم من خلاله العمل على تحقيق اهداف ثورة الشعب المصري في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية انضموا الينا عبدالأخمار الصناعية مواشرة باللندن الدكتور ابراهيم منير نائم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين سيد ابراهيم منير وفقتم على وثيقة محمد علي وكان يسبقها هناك وثيق اخرى وموادرات والاستفاف وايضا للتخلص من الانقلاب فلماذا هذه الوثيقة تحديدا كان هناك مبادرة من الجماعة بالموافقة عليها وايضا منكم انتم شخصيا سيد ابراهيم منير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعشف الله الحقيقة يعني جاءت هذه المبادرة في وقتها وبقدر الله سبحانه وتعالى بالتأكيد كل ناس كانت تعلم ان هناك مبادرات كافية طوال الست سنوات الماضية تقريبا انما يمكن لعل الحالة النفسية لم تكن مناسبة او لعل عدم قدرة المعارضة في الخارج على ان تقلص سويا بشكل واضح او جميع قوة المعارضة الفعالة ان تقلص بشكل واضح وفيه نوع من الاطمنان بعدين البعض انا اتصور ايضا هذه المعارضة الجديدة هذه المسيقة الجديدة التي جاءت باسم السيد محمد العري لها ميزات عديدة اولا انه اي حدث يحدث خارج مصر سواء كان ضعيف او قوي او غيره كان الانخلاب العسكري وقول ان الاخوان المسلمين او الاسلاميين خلف هذا النظام ولعلها كانت من اسباب فتور عدم قدرة المعارضة على الالتحام انما هذه الموضرة جاءت من رجل ابن النظام يقال عنه انه ابن نظام ولا ينتمي ايضا الى اي طيار اسلامي ولا ينتمي بالتأكيد الى جماعة الاخوان المسلمين هو حاول النظام في الاول ان يقول انه اخوان مسلمين فيما تبين ان هذا كذب انما ان تأتي من رجل من يعتبر ابن النظام وليست بينه وبين اي كيان معارضة او اي شخص معارض اي خصومة ولا اي منازعات قبل ذلك ان تأتي في هذا الوقت لأنها الان كانت مفيدة لهذه الاسباب وغيرها الاسباب الكثيرة نعم يعني سيد ابراهيم مونير ولذلك الاخوان المسلمين رحبت بهذه البعارة نعم فضل نعم البعض قال انه جماعة الاخوان المسلمين لم توافق على مبادرة محمد علي الا بعد ان شاركت في صياغة هذه المبادرة وكان لها تعديلات عليها يعني هل حدث ذلك فعلا يعني كلام غير دقيق تماما انما لا اقول غير صحيح لأنه استاذ محمد علي طلب من جهات كثيرة ومنها جماعة الاخوان المسلمين ومن رموز وطنية محترمة طلب منها وسائق لؤيتها لمرحلة القادمة الجماعة تقدمت له ورقة تقدمت بوثيقة هي جماعة ما كانت ما قالته الجماعة طوالع يمكن حوالي عشر مبادرات سابقة قبل ذلك والاخرون قدموا ايضا هذه الوسائق ثم ذهبت الى الرجل والرجل رأى فيها ما يراه وصدرت باسمه ولم تعد الجماعة الاخوان المسلمين فيها في شيء إلا أنه طلب أكدناه ونؤكد عليه دائما أنه إعطاء الانقلاب العسكري ولو ساعة واحدة من الشرعية معنى ذلك أن الجماعة الوطنية والشعب المصري يتحمل كل السلبيات التي تمت خلال وجود هذا الانقلاب العسكري من التنازل عن الأرض وتفريد في المياه وفي غيرها وفي غيرها فالحمد لله جاءت فيها وقتها ولا أتصور أنه ولا نرجو أن يعلم البعض الأقلون والله أن الإخوان المسلمين التي صاغت هذه المعارضة الوثيقة هو شرف لا ندعيه إذا جاز التعبير إنما وفقنا عليه جميعا على أقل والحد الأدنى مما يمكن أن تتفق عليه المعارضة في الخارج وتعطيها فرصة للجلوس سويا واللقاش بشكل مفتوحة بصدور مفتوحة وقلوب مطمئنة لبعض الأربع سيد إبراهيم مونير تحدثت عن المعارضة في الخارج وأيضا للخلافات التي كانت موجودة وربما ما زالت موجودة كيف ستنجو هذه الوثيقة من المشاكل التي أعاقت لاستفاف طوال السنوات الماضية لا شيء سهل في هذه الأيام ولا في مثل هذه الظروف إنما بالمعايشة والاتصالات بالناس وبصالة غيرها وقدنا فعلا أن القلوب الآن مستعدة أن تتعبارنا هذا الأمر بعد أن ثبت يقينا أن الأخوان المسلمين بالنسبة لنا من وجهة نظرنا كالجماعة الأخوان المسلمين بعد أن ثبت يقينا أن كل ما قالته جماعة الأخوان المسلمين عن القلاب العسكري صحيح وأن الخلاب العسكري ليس فقط ضد الإسلاميين أو ضد جماعة الأخوان المسلمين الذي يعالق عليها كل بلايا إنما أيضا تناولت أيضا المزوطنية وغيرها وحتى ممن كان يرى أن السيسي في الإنقاذ لمصر طبعا وأصبح واضحا أن الجميع مستهدف وأن كل فرد في الشعب المصري المستهدف إذا قال أو إذا تقرأ أو إذا أخطأ وقال للسيسي لا أنا أعتقد هذا المناخ الموجود الآن في مصر أثبت فعلا أو أوجد مناخ طيب وقيد للمعارضة المصرية في الخارج أن تجتمع وتسمع صوتها للعالم كله الذي كانت هناك تردد هل كان السيقي السيسي يحارب الإرهاب أم هو الإرهاب نفسه بعد أن ثبت جميعا لكل الناس في الداخل والخارج وحتى لفيه داعمي لا يستطيعون أنكره أن الراجل هو الذي أنشى الإرهاب يحدث الإرهاب ليقول للناس أنه يتابع ما يقال عنه الإرهاب سيد إبراهيم مونير بالحديث عن الجماعة وأيضا أطراف المعارضة الأخرى هل إذا ذهبت هذه الوثيقة إلى آليات وإلى حوار ونقاش وطالبت المعارضة بأن يكون هناك تأخر لجماعة الإخوان المسلمين في الفترة الانتقالية هل ستوفقون على ذلك؟ يعني كل حادث الحديث يا أخي الكريم الإخوان المسلمين لا تفرض نفسها على أحد ولا تقبل أن تفرض نفسها على أحد كما لا تقبل أن يفرض أحد نفسه على الآخرين في هذا الجو الطيب الذي يمكن أن تتآلف فيه القلوب نستطيع أن ندرك الجماعة وغيرها وغيرها ما هو المهم لهذا الشعب الآن وما هو المهم الأندح أو الأجدى أن يتم في العمل وطني والجماعة نكرر دائما أنها لن تتقدم عن الشعب المصري ولن تتأخر عنه إذا كانت المصلحة التي تتطفق عليها جميعا أو أغلب الموجودين أن الإخوان المسلمين تتقدم ستتقدم وإذا كانت أن تتأخر فستتأخر والإخوان المسلمين أيضا لم تغضحي ولم يحدث البلاء التي تتحمله جماعة المسلمين منذ الإنقلاب العسكري الأول من 1952 حتى لتحكم إنما لأصحاب فكر نريد هذا الفكر أن يكون عند الناس وأن ينتشر عند الناس ثم يبقى في الآخر خالص رأي الشعب الذي يقبل أو لا يقبل ثم أيضا أن هناك أبجانيات وهناك بدائل وأن هناك الأجدى والأنفع والذي ينفع والأنفع هذه الأمور كلها تدرس والأجامعات الأخوان المسلمين لا تدعي ولا تقول أنها مصر وأنها تختزم مصر بتاريخها وبحاضرها ومستقبلها في فكرها ولا في كيانها لم يحدث أبدا هذا كلام ولن يحدث إن شاء الله وأصور أن المعارضة الآن الأخوة المعارضين في الخارج وحتى في الداخل يدركون تماما أن الأخوان المسلمين تضحيتها كلها لم تكن لمناصب أو لدولة أو لحكومة إنما هي لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الذي يجزي الخير بالخير إن شاء الله وهذه التضرحات لم تأتي لتكون جماعة الخامس اللي من هي القيارة أو تحكم جماعة الخامس هذا الأمر غير وارد على الإطلاق أن نأخذ هذا السمن السمن اللي سبحانه وتعالى دفع ونسأل الله سبحانه وتعالى وثم تأتي النقاش الهادئ المطمئن من يتقدم من يتأخر في قوم الكل يكون علاقة نعة به وبنفوس طبي طيبة هادئة مع الجميع وهذا ما نرغوه إن شاء الله وما نتصور أنه ستكون في المرحلة القادمة بإذن الله نعم سيد إبراي مولير من المبادئ والنقاط الحاكمة لوثيقة محمد علي يعني هناك ثمان نقاط لكن الآليات أحد عشر نقطة من الآليات منها الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية بين كافة التيارات الوطنية وبالتالي هناك في هذه التيارات الوطنية من خرج أساسا وكان رافضا لحكم جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي هؤلاء الآن بعد ما حدث في مصر وأصبح الوضع بهذا الشكل والنظام في مصر هناك من يقف معكم ضد النظام عبد الفتاح السيسي لكنه يرفض أيضا العودة إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين كيف ستتعاملون مع هؤلاء الآن الموجودون في المعارضة وفي الخارج تحديدا أخي الكريم يعني من عدة سنوات طرحنا طرح على بعض الإخوة المعارضين أن المعارضة في الخارج تجتمع كبرلمان وهذا البرلمان يتتعدل فيه الأراء بالتأكيد لا يمكن أن تجتمع المعارضة في أي دولة على دول على كلام واحد أو على تعبيرات واحدة من حق كل الناس أن يقولوا أن أرفل أو أقبل هذا الكلام ولم تأتي بقوة أو بغير قوة إلا أن هذا التفاهم الموجود وكل جميع الآن يعلم ويدرك ويشعر بحرارة النار التي تحترق فيها مصر الآن من كان يرفض جماعة الإخوان المسلمين أهلا به في معارضة في حوار حقيقي لا ننكر ولا ننفيه ولا ينفينا هذا الكلام في هذه الوقت أتصور أن الإخلاص لمصر والتجرد للعمل الوطني إن شاء الله بعد إذن الله سبحانه وتعالى سيكون بفتاح خير بإذن الله ولا نتصور أن مثل هذه حتى المعارضات السابقة أو المعارضات اللاحقة ستكون عائق أمام وجود تجمع وطني حر حقيقي يسعى إلى خير مصر وأسعى إلى خير الشعب المصر إن شاء الله سيد برايم مونير هناك تحدي وهو أن ما ستتفق فيه مع الجماعة الوطنية أو أطراف المعارضة في الخارج ربما يلاقي معارضة داخل صف جماعة الإخوان المسلمين يعني كيف ستتعاملون مع هذه النقطة لا أتصور أن هذا اللي يحدث الأخوان المسلمين عندما تأخذ قرارها لا تأخذ قرارها بفرد ولا بمجموعة القيادة الموجودة إنما لابد من موافق أو يعني عندنا مجلس تشاوري ويأتي كل قراراتنا تأتي بالشورى التي تلزم الجميع ولا الشورى الحمد لله ربع من موجودة وصادقها بإذن الله ثم أنا حسب ما أؤكد عليه الآن أن حتى الصفوف كل الصفوف جماعة الإخوان المسلمين في الداخل الخارج ترحب بأي معارضة أي مبادرة تكتمع عليها المعارضة لإنقاذ مصر مما هي فيه الآن سيد براي مونير خليني أذهب إلى رأي بعض من نظر لهذه الوثيقة ونظر حتى لموافقة جماعة الإخوان عليها وقال إنه هذا يبقى كلام على حبر لأنه في هذه النقاط في الآليات تغيير النظام الحاكم والسيسي الآن وطت حكمه قضى على المعارضة داخل مصر لديه تحلفات إقليمية كيف ستغيرون النظام الحاكم في مصر بناء على هذه الوثيقة ببساطة شديدة أخي الكريم السيسي لم يحدث لم يستطع أن يقوم بهذا الإقلاب الفاجر على الشعب مصر وعلى المكتسبات 25 ناير إلا بنعم خريج وأنا أقوى صور الآن هو أبدو السيسي يعني مغمى يصبح أعمى البصيرة ولا يدري ما يجري في العالم الآن وفي المنطقة الآن السيسي أصبح رقم غير مطلوب في المنطقة الآن المنطقة الآن تسير إلى هاوية وهذه الهوية لا يرضاها لا ترضاها لا أقول الأنظمة الغربية المنافقة التي تسعى بعضها إلى منافع مدية بيع سلاعها أنا ما أصور عن أن العالم الآن والمنطقة التي نعيش فيها الآن تغيرت ظروفها وتغيرت أحوالها وفي الخارج وفي الداخل ومثل السيسي لم يعد مقبولا إنما أتصور أن ما ينتظره الناس من المعارضة المصرية أن توجد معارضة مؤتلفة أن توجد معارضة لها رؤية صحيحة تكتمع عليها الناس وإن شاء الله بإذن الله وليس بالاتكان إلى بشر بإذن الله سيحدث التغيير في أسرع وقت ممكن إن شاء الله سيد إبراهيم مونير خليني أناقش ما قلت وأنت تحديدا قلت أن السيسي أصبح غير مرغوب وغير مطلوب في المنطقة كيف ذلك والسيسي يجري اتصالات مع بوتين مع ميركل مع ترامب حتى مع إيطاليا كيف يمكن تصديق ما تقوله أنت وأنه سوف يتم التغيير بدون العودة إلى البشر والسيسي لديه علاقات دولية ومطلوب من كل القوى الكبرى أخي الكريم الأمر طويل وكبير وضخم النمعة ببتال بساطة أقول الآن السيسي لا يملك المال الآن والمنطقة الآن تسير إلى هوية اقتصادية رهيبة جدا هذه الهوية الاقتصادية الرهيبة ستأخذ معها أوروبا بالتأكيد والسياسيين الأوروبيين والوطنيين في أوروبا يدركون هذا الكلام الصراع الصراع المالي الآن بين أمريكا وبين الصين وإخراج أوروبا من هذا الصراع الضروري الآن أنا أقول لا بد منطقة منطقة الشمال الأفريقي ومنطقة العربية بالتأكيد لا بد أن يحدث فيها التقرار واستقرار حقيقي أن الصراع المال الآن والصراع بهذه الصورة لا تعد تحتمله القوى الدولية الحقيقية هو بيتصم بذلك وبيتصم بهذا بيتصم بهذا إنما أتصال غير مرغوب فيه وإلا إذا كان بيتصم بطرامب أو بروسيا لماذا لم تقم روسيا حتى الآن بالسماح للمصطفين أن يصلوا إلى مصر لماذا الآن حتى أمريكا اشتكت من الكلاب التي بعثتها لمساعدة أمن السيسي اشتكت أن المناخ غير الطبيعي في مصر قتل بعضها أنا أقول هذا الكلام الصورة مختلفة تماما القراءة العنوين غير قراءة الواقع الموجودة الآن والسؤال أنا أقول مرة أخرى لماذا توقفت السياحة في مصر ربما معظمها تنع على السياحة روسيا التي يتصور بوتين معه بوتين عايز بيع سلاح وهذا الكلام يتقبله منه مكلمة بحيث أن يشتري سلاح إنما أين المال الذي سيشتر منه السلاح الصورة متغيرة إذا قرأت قراءة صحيحة ودقيقة عن الموضوع فعلا هي كبيرة ومتشابكة إنما حتى في أفريقيا الآن ليست له الصورة التي كانت في زخم الأول عندما قاعد يشتري الاعتراف بنظامه بما يتنازل به من مصر وغيرها الصورة لا بد أن تقرأ بقراءة صحيحة ليعلم السيسي حتى لعله إذا كان عنده قدر على الفأ ليعلم تماما أنه لم يعد مطلوبا على إطلاق وإذا قد تطول أسبوع وسبعين شهر شهرين إنما مسيره إن شاء الله إلى الفناء سيد أبراهيم مونير ربما ما قلت أنت الآن من أن هناك من يضغط على السيسي بالسياحة أو بغيره ربما للحصول على مكاسب لكن هؤلاء تحديدا يرفضون عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم وبالتالي تصدر الجماعة للمشروع الوطني الجامع ربما يفشله ما ردك على من يطرح هذه الرؤية بسيطة جدا السؤال لدينا صدرنا الأستاذ محمد علي الرجل الذي رباه النظام ورجل جاء من باطل النظام والقوى المعارضة كلها ستتفق إن شاء الله على رؤية واحدة لم تتقدم على الجماعة الإخوان المسلمين أو غيره إنما القول إنه دا يرفضون الإخوان المسلمين يرفضون الصور أصبحت مبالغة وأصبحت بضاعة غير صحيحة الآن وبضاعة يعني مش موجودة الآن بهذه الصورة التي يصورها السيسي أو أنصار السيسي إنه الإخوان سيرجعوا إلى مصر مرة أخرى وأن رجوع الإخوان إلى مصر سيحدث منه وسائل كذا وكذا وكذا والحقيقة عند الدرسات الحقيقية والتي تتم في مراكز الدرسات الحقيقية والتي ترفع إلى أصحاب القرار صحيح أصحاب القرار من حقهم أن يأخذوا بها أو لا أخذوا بها إنما أيضا لابد أن يعلم الناس ثماما وأنا أقول هذا الكلام على أنه أتحمل مسؤوليته والآن لي لا أتكلم من فراغ أنا أقول أنه دراسات الحقيقية وما تصدره مراكز الدراسات الحقيقية داخل هذه الدول تكون غير ما يقال الآن بهذه الصورة حضرتك تفضلت بنقلها ولا أعفوا ولا أقول أنك أنت صاحبها نعم يعني سيد إبراهيم مونير سؤال الأخير وأنا أنقل لك تساؤلات الناس البعض قال أنه كيف ستقبل جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة دون المغالبة والنزول على أراء الجماعة الوطنية إذا كان الجماعة عفوا لم تقبل الأراء المعارضة للقيادة من الشباب المحسوبين على الثورة من شباب جماعة الإخوان المسلمين وتم تجميدهم عزلهم تحييدهم أول امتداد لم يحدث أن الإخوان المسلمين أو تم التجميد الشباب جماعة الإخوان المسلمين جماعة عندها دوائح وكل من يأتي إلى منصب أو يكلف بمتكليف بيأتي طبخا لهذه الدوائح بالتأكيد فيه هناك بعض الشباب حماسه أكثر من الواقع الموجود أو حماسه أيضا يزيد بشكل واضح بسبب ظروف الموجودة إنما نقول مثل هذا الكلام يعني يحتاج مرة أخرى إلى تصحيح أنا أقول أن ما حدث خلال السنوات الماضية أثبت رؤية القيادة خاصة سواء بالعمل داخل مصر أو بالعمل خارج مصر وهذه القيادة التي أو يعني جهود إخوانهم مع القيادة المجونة تم من فضلها سواء تماما طوال هذه السنين استطاعت فعلا جهود جماعة الإخوان المسلمين بهياكلها كلها قيادة ورموز وشباب أن تثبت للعالم كله أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة خير وجماعة تبغي الخير وتبغي خير الإنسانية كلها وليس كما أراد السيسي وأنصار السيسي أن يصوروها للناس أنها جماعة إرهابية أو أنها جماعة تريد فقط الحكم وقتل الناس أنا أتصور هذا الجهد الكبير استمر هذه السنوات الطويل بالتأكيد كانت هناك بعناه للصغار والكبار في السنة وليس في المقامات إنما يكون هذا الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى الجماعة اكتزتها بنجاح كبير وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالصبر على البناء وليس صبر فقط لمجرد أن نجد للناس إنما أصبح هذا ما ننادي به نصبر على تحمل ما يحدث بساكله والله سبحانه وتعالى وصاحب الأجل في النهاية إن شاء الله سيد برايم مونير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أشكرك شكرا جزيلا لك في الشأن المصري أيضا قالت منظمة Human Rights Watch إن الهجوم الأخير على الناشط الحقوقي المصري جمال عيد يحمل بصمات قوات الأمن المصرية بشكل واضح مشيرة إلى أن الهجمات المتكررة على أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في مصر تثير بواعث قلق خطيرة بشأن احتمال تورط القيادة المصرية وكان جمال عيد قد قال على حسابه على تويتر أنه تعرض للاعتداء بالضرب من قبل 12 رجلا ألقوه على الأرض وهددوه بالمسدسات وألقوا طلاءا على وجهه وملابسه وقال عيد إن المهاجمين بدوا وكأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم وعندما حاول الجيران التدخل كان الرجال يلوحون بأسلحتهم ويطلبون منهم المغادرة وأضاف أنه يعتقد بسبب طبيعة الهجوم أن المهاجمين كانوا عناصر أمن أو يعملون تحت إمرة ضابط أمن انضم إلينا عبر الهاتف من الرباط المتحدث باسم منظمة هومان رايتس ووتش السيد أحمد بن شمسي أرحبه سيد أحمد بن شمسي أدنتم الهجوم الذي حصل لجمال عيد كيف يمكن تجنب مثل هذه الاعتداءات على أمثال جمال عيد والحقوقين الذين ما زالوا موجودون في مصر هذا السؤال مهم وجدير بالترحل يعني يبدو بكل وضوح أن السلطات المصرية تريد أن توصل الرسالة الآتية إلى المناظرين الحقوقين إذا أردتم أن تتجنبوا مثل هذه الهجومات الهامجية تتجنبوا العمل على حقوق إنسان داخل مصر هذه هي الرسالة للسلطات المصرية ربما بمثل هذه التصرفات التي وصلت صراحة يعني ليس هناك دليل قاطع أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى سلطات لكن هناك إشارات عديدة تظهر أن الهجوم الشميع الذي تعرض له السيد جمال عيد وهو مدافع كبير لحقوق إنسان معترس به على السعيد العالمي كانت له بصمات رجال الأمن ورجال السلطة فربما الرسالة التي يريدون أن يوصلونها هي أن لن تكون آمنا إنه كنت تدافع عن حقوق إنسان وعنصرية في مصر لكن طبعا رجال من طينة جمال عيد لا يخدعون لمثل هذه الرسائل ويوصلون لعملهم ولهم يعني الاعتراف والتقدير للعالم بأجماله سيد أحمد بن شمسي هناك طرح طرح البعض من رفض هذه الرواية ورفض ما حدث لجمال عيد من أساسه وقال إنه ما الذي يمنع الحكومة المصرية من أن تقوم بحبس جمال عيد إذا كان يزعجه مثلا وقال بأنه جمال عيد هو من يختلق مثل هذه الأمور يعني كيف ترى هذا الطرح؟ يعني الحكومة ليس لها فقط وسيلة واحدة لتخويف المعارضين فيمكن سجنهم يمكن منعهم من السفر وللإشارة جمال عيد ممنوع من السفر منذ سنوات يمكن كذلك مدايقتهم بأشكال عديدة تجميد أصولهم شخصية تجميد أموال منظمتهم وهذا ما وقع عيد جمال عيد ويشبكة العربية بمعلومات حقوق إنسانية ترأسها ويمكن كذلك أن تبعث لهم رجالا بهذه الطريقة حتى وإن نزلنا إلى أسلوب المافيا صراحة فهذه أسليم المافيا تعدي على الناس في الشارع العام فالحكومة المصرية مع شهد للأسف أسليم كثيرة ليس لأنها لا تستعمل أسلوب لا يمكنها استعمل أسلوب آخر شكرا لك سيد أحمد بن شمسي المتحدث باسم منظمة يومن رايتس ووتش شكرا جزيلا شاهدين المسايا مستمرة وبعض الفاصل باقي في قراتنا وفيها عائلات فلسطينية في الخليل تسكن الكهوف هربا من بطش الاحتلال بعد هدمه لمنازلهم اشتركوا في القناة